تفادياً للتكرار سيناريو حرائق الغابات وانتشار النيران بشكل سريع تجندت محافظة الغابات في مختلف ولاية الوطن لتدخل الآن والسريع أحواض مائية وضعتها محافظة الغابات في منطقة كورايا بيتي بازا والتي تعرف بالتضاريس الصعبة وغابتها معارضة للحرائق 15 نقطة بسعة 50 متر مكعب نتحدث عن نقاط الماء كانت قطعنا على مستوى وإلى دي بازا استفاد 15 نقطة ماء هذه نقاط الماء هي عبارة عن أحواض ساعة الحوض 50 متر كوب يعني 50 متر مكعب وتصل ساعته إلى أكثر من 50 ألف لتر لماذا هذه الكمية هذه نحن محتاجينها كثير في المناطق هذه خاصة هذه المناطق التي تعتبر دد تضاريس وعراء نقاط الماء هنا تساعد مدرية الغابات والحماية المدنية في إغماد النيران مباشرة وبشكل سريع دون التنقل لمنطقة أخرى ما يخفف من انتشار النيران اليوم هذه المنشأة رمتواجدة في عين المكان هذا ما يخلي أنه لما تكون كاش تدخل تدخل أثناء حريق يعني الكاميون تعناه والمدرية تعناه يجي يرفض المغي منها مباشرة ويعود يعني راسير بلاس هنا بشي كما في السنوات الأخيرة الماضية ونعرف هذه المنطقة هذه الماء فيها نادر نروح لنجيب الماء لربما العشرات الكيلومترات لمجبهة الحرائق بتوفير الوسائل الجوية والتجهيزات الميدانية وفتح المسالك الغابية الخنادق وأحواض المياه كلها على غرار العنصر البشرية نقاط تصب في كفة الاستعداد لتفادي أي سيناريوهات اشتركوا في القناة